اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية ابدأ معك هذه الحلقة بتأمل سريع في جزء من الصلاة العظيمة اللي صلوها شعب الرب ايام نحمية والصلاة دي مسجلة في الاصحاح التاسع من سفر نحمية شعب في ذلك الوقت كان في امامه مواجهات صعبة معرض للخطر في ايام نحمية كلنا عارفين قصة بناء الصور وازاي كان في اعداء ففي نحمية تسعة بنشوف صلاة هذا الشعب ملخص الصلاة اللي في اصحاح تسعة الملخص بتاع الصلاة دي بيقولوا للرب ايه انت زي ما كنت مع ابقنا زي ما كنت مع ابقنا ايام موسى انت تكون معانا يا رب الان تقولي طب وانا استفيد من الكلام ده ازاي انت كمان تصلي كده تقولي يا رب انت زي ما تعملت مع شعبك ايام موسى زي ما تعملت مع شعبك ايام نحمية تتعامل معي الان يعني انت عملت معهم معجزات تعمل معي انا كمان معجزات لما يبقى في ضرورة مش هتبخل عني بمعجزة طالما في ضرورة للمعجزة وافكرك عزيزي المشاد بالاية العظيمة اللي فيه الرسالة الى العبرانيين اللي بتقول يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد يعني زي ما كان بيشفي بالامس يشفي النهاردة هيشفي بكرة زي ما كان بيعمل معجزات بالامس هيعمل معجزات النهاردة هيعمل معجزات بكرة من اجل شعبه طالما في ضرورة صلوا ايام نحمية وقالولوا انت اللي عملت من مئات السنين كان فاتت مئات سنين يعني يمكن حوالي خمسمائة سنة او اكتر من ايام ما كان شعب الرب فيه البرية بس بيقولولوا انت ما تغيرتش انت زي ما عملت ايام موسى تعمل معانا الان وحبت اعمل معانا في بعض اجزاء الصلاة اللي صلاها الشعب ايام نحمية قالولوا انت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية رغم انهم غلطوا عملوا غلطة بشعة عملوا عجل عملوا لانفسهم عجلا مسبوكا وقالوا هذا الهك الذي اخرجك من مصر رغم كده انت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية انا بقى اصالي اقول له يا رب زي ما عملت معهم تعمل معايا ما تتركنيش عشان انا غلط ما تتركنيش عشان انا تصرفت بحماقة ما تتركنيش لان محبتك اقوى من اسامي واقوى من كل حاجة وحشة عملتها وافكرك عزيزي المشاهد بالاية اللي بتقول ان سيول كثيرة مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة يعني مياه كتير ما تطفيش نار المحبة محبة الرب لينا مش هتقل عشان احنا غلطنا احنا المهم انتوب ونقول له يا رب زي ما انت لم انت برحمتك الكثيرة لم تتركه عزيزي المشاهد قل للرب كده الان انت برحمتك الكثيرة مش هتسبني عشان انا غلط مش هتسبني عشان انا تصرفت بحماقة انا راجع ليك يا رب واسخ انك انت زي ما عملت مع شعبك ايام موسى تعمل معي الان لانك لم تتغير انت برحمتك الكثيرة لم تتركني في الصلاة قالوا له انت يا رب انت برحمتك الكثيرة لم تتركه في البرية البرية دي يعني ايه مكان صعب في المكان الصعب انت يا رب عملت ايه علتهم اربعين سنة في البرية ايه واحد وعشرين برية يعني ظروف صعبة يعني لما ابقى في ظروف صعبة اقول للرب زي ما اه كنت مسؤول عن شعبك وهو في الظروف الصعبة في البرية انت مسؤول عني انا في هذه الضيقة اللي انا بقى امر بيها انت هتسدد كل احتياجي انت عططلهم اه 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 اكل عططلهم المن انت طلعطلهم مية من الصخرة انت هتسدد احتياجي ولو في تسديد الاحتياج في ضرورة المعجزة انت يا رب تعمل المعجزة معايا قالولوا ايه كمان وانت يا رب علتهم اربعين سنة فلم يحتاجوا انا كمان ايا كانت الظروف برية مكان كويس مكان جميل اه الفلوس كتير الفلوس قولي له لن احتاج لن احتاج لن احتاج عشان انت زي ما كنت اله هم انت الهي قول معايا عزيز المشاهد قول للرب لن تسمح لي ان احتاج شيء الرب راعية فلا يعوزني شيء بعدين قالوا له كمان ايه ولم تتورم ارجو لهم يعني لما مشوا في البرية رجليهم ما ارمتش اشكرك يا رب لانك بتحفظني بتحفظني وانا ماشي في ارض صعبة بتحفظ رجلية بتحفظ اقدامي مش اعف حفرة ولا رجلية هتورم ولا هتلدغني عقارب وتعبيد البرية مليانة حيات ومليانة عقارب لكن الرب لم يسمح للعقارب والسعابين ان هتلدغ الشعب الا في مناسبة وحيدة وليها اسباب انما في الاربعين سنة الرجليهم مجرناش حاجة لجأت عليها عقارب ولا تعبين ولا ورمت من حرارة الرمل اه قولي يا رب انت اله هم انت الهي الضيقة مش هتأذيني مش انا ماشي في حتة صعبة الوقت يا رب لكن انا متشال انت هتشني لان انت قلت على شعبك انك انت شلته لما كان في البرية زي ابي بيشيل ابن انت 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 ابويا انت هتشني ومهما كان الطريق صعب وطويل انما انا محمي عزيزي المشاهد تعلم ان تصلي بمثل هذه الطريقة تقول يا رب انت عملت مع مع المرأة السامرية كذا تعمل معايا انت عملت مع بطرس لما انكرت كذا وردته ليك تعمل معايا يعني تتكلم الرب وتقوله زي ما عملت اعمل وتعلم ده من صلاة الشعب طبعا في اماكن تانية في الكتاب لكن اتعلم ده اساسا من صلاة الشعب في سفر نحمية الاصحاح التاسع يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد قوله يا رب زي ما شافيت زي ما شافيت وارع عن معجزات شفاء كثيرة زي ما شافيت في انجيل متى وامر اصلو ايوحنى اشفني الان عشان انت امس واليوم والى الابد انت هو هو ومحبتك عمرها ما تتغير ورحمتك عمرها ما تقل انت وقوتك كما هي ولما يبقى فيه ضرورة يا رب مية في المية هتعمل المعجزة عزيزي المشاهد تعالى معي الى سفر دانيال الاصحاح الاول نكمل التأمل في قصة دانيال وهو عمره كام سنة وهو عمره ستاشر سنة دخل الكلية ستاشر سنة الكلية بتاعت البابليين اعظم كلية عملنا ابو خط نصر عشان يطلع منها الناس تشتغل معاه في الاصل تساعدوا في ادارة مدينة بابل والمملكة فمدرسة مدرسة عظيمة دخلها دانيال وهو عمره ستاشر سنة هو هو تلاتة معاه من المؤمنين وطلع منها وهو تقريبا عمره تسعتاشر سنة وشوفنا لما دخلها كان عنده مشكلة كبيرة كانت ممكن يتقتل بسببها هو تلاتة اللي معاه انهم رفضين يكلوا اكل المدرسة عشان اكل المدرسة فيه كسر الوسيط الراب والرسالة كانت في الحلقة اللي فاتت لما اكسر وسيط الراب لا انا هتبهدل لما اطيع وسيط الراب انا هبى من مجد الى مجد يعني ده وعد عظيم قاله الرب اكرم الذين يكرمونني تكرم الرب بانك تتمسك بانك تبقى في ما شئته تكرم الرب بانك تطيع وصياح حتى لو ده هيعمل لك مشاكل لكن الرب امين اكرم الذين يكرمونني لما هم ما كسروش وصية الرب اول حاجة شفناها في الحلقة اللي فاتت ان صحتهم بيت احسن من صحة كل التلاميذ لما اكرم الرب مية في المية الرب عيباركني في حياة في صحتي عيباركني في شغلي عيباركني في بيتي اكرم اكرم الذين يكرمونني لما اكثر وصية الرب دي خطيئة ومن نتائج الخطيئة بقى ممكن اتبادل ماديا ممكن اتبادل صحيا ممكن اتبادل في حياتي العائلية ضع في زينك عزيزي المشاهد ان ترضي الرب هم حاجة عندك انك تبقى صح امام الرب مش مهم فلان تقولي ده عزيزي علي قوي ازاي لا مش مهم طالما تعارض طاعت الرب مع رأي اي شخص مش مهم المهم ينبغي ان يطاع الله ليه لانك بتحب الرب محدش مات من اجلك غير الرب محدش سفك دمه السمين على شانك غير الرب محدش عطلك الخلاص المجاني غير الرب عشان كده لازم تحط الرب قدامك ويبقى اتجاه قلبك دايما انك تبقى امين مع الرب تبقى امين مهما حدث مهما كانت التضحيات وما تخافش لان الرب يكرم الذين يكرمونه الرب بيكرم اللي بيكرمه زي ما القصة ما شفنا في الحلقة اللي فاتت لما هم رفضوا الاكل بتاع الملك الجميل اللي طعمه حلو بس في كسر وسيط الرب انت كمان هيجي وقت ترفض حاجات جميلة وحاجات الناس تمنى ومش بتلاقيها وجايلك لحد عندك لكن فيها كسر الوسيط الرب ارفضها تقولي دي ازاي دي فرصة ما تتعوضش اقولك ده فخ من ابليس اوعى اوعى تنخدع طاعة للرب اولا بتقولي افوت المرة دي اوعى تفوت اوعى تفوت خليك امين للرب وحط الرب قدامك وحط كلمة الرب قدامك واعمل الصحة امام الرب مهما كانت النتائج لان لاني محدش حبك كما احبك الرب ولما نطيع الرب شوف دلطاعه وكان ممكن يتقتلوا لكن الرب حماهم ونتيجة انهم طاعوا الرب مكلوش الاكل الجميل بتاع الملك وكلوا قالوا ادونا بس ناكل اي حاجة طلع من الارض اي خضار اي يعني حاجة مش حيوان مزبوح لان في ذلك الحيوان كانوا يزبعها الحيوانات وهم بيقدموها للآلاء فمنضرش ناكلها لما جربوهم عشرة ايام شوف بقى شوف الرب اكرمهم ازاي ظهرت مناظرهم احسن واسمن لحما من كل البقيين من كل الفتيان الاكلين من قطايب الملك وفي الحتة دي عزيزي المشاهد احب بس اشاور على معنى قلته قبل كده اهم حاجة انك تاكل صح وطبعا مش بقصد الاكل المادي وان كان الاكل المادي لازم تاكل صح لان الكتاب بيقولك كده لا تكن بين المتلفين اكسادهم اللي بيتلف جسده بشرب الخمر او باية حاجة تانية طبعا نظن نفهم من الآية دي هي اساسا لا تكن بين شريبي الخمر المتلفين اكسادهم انما الآية نظن نفهم من معنى بتاع الروح ان الرب مش عايزني اتلف جسدي ما تلفش جسدي باكل زيادة وما تلفش جسدي باكل قليل الاتنين خطيئة ما تلفش جسدي ما تلفش جسدي ان انا اكل اكل مضر يبقى عندي مرض ويقولولي ما تاكلش كذا وانا من حب في الاكل ااكل كذا لا لازم اصلي والرب يديني التحكم في نفسي ما كلش حاجة تضرني اكل من ايد الرب يعني لكن انا شايف ان ده يضر الجسد يبقى ده من ايد الرب لا اكل من ايد الرب فاحتم بما اكله لكن طبعا المعنى الاهم ده مهم من اني فيه آية بتقولك ما تلفش جسدك ما تلفش جسدك بشرب سجاير ما تلفش جسدك باكل زيادة ما تلفش جسدك زي ما قلت باكل قليل ما تلفش جسدك المهم انك تحافظ على جسدك ليه عشان جسدك ده مش بتاع المؤمن عارف كده ان جسده ده للرب وانا الرب اشتراه او بقي ملك الرب بكل كيانه يعني جسدي ده زي ما بتقولي الاية في كونس الاولى الجسد للرب يعني الجسد ده بتاع الرب عزيزي المشاهد لازم اهتم بقى باللي بيدخل قلبي مش بس اللي بيدخل معدتي الاكل اللي باكله يعني ممكن واحد بيضي وقت طويل امام التلفزيون يسمع مسلسلات ويسمع افلام اكل اكل اكله بيدخله ايه نتيجة الاكل ده يقصر عليه هيقصر على صحته النفسية يصر بكل تأكيد على صحته الروحية بيأكل بيأكل من العالم بيأكل كتير من العالم شخص غير متزن بيقرأ حاجات كتير فيها اباحية بيشوف حاجات كتير على النت لا هيضر نفسه انا مش عايز اكل قطايب الملك انا عايز اكل قطايب الملك الحقيقي الرب يسوع دي اهم اكل اكله اهم اكل اكله ان انا اعد مع الرب وانا اعد معاه اكل بقى وانا بقرأ في الكتاب المقدس وانا بدرس الايات وانا بقرأ كتاب الروحي وانا في الكنيسة باكل اهتم عزيزي المشاهد بما تأكل بما تأكل في الدائرة الجسد وبما تأكل في دائرة النفس ودائرة الزهن ايه اللي بيدخل زهنك ايه اللي بيدخل زينك لما تقرح دايما بتشوف حاجات حاجات عالمية عالمية كتيرة كتيرة تفكيرك اتأثر مية في المية مش عايزة نقاش انك انت مع الوقت اتفكر زي الناس اللي بتتفرج عليهم في الافلام والمسلسلات مش معنى كده انا بقولك ما تتفرجش خالص لكن بحذرك انك خلي بالك لو انت بتقعد مع واحد فترة طويلة بلاش نتكلم عن الافلام والمسلسلات دايما بتحب تقعد مع الشخص ده والشخص ده ما هوش ناضج روحيا وبالتالي تفكيره مش متأثر بكلمة الله لعني فيه فرق بين الزهن المتأثر بكلمة الله والزهن العادي فيه فرق ضخم بين الاتنين وعشان كده الاية بتقول تغيروا عن شكلكم ازاي نتغير عن شكلنا ونبال زي اهل العالم بتجديد ازهانكم يعني لازم زين ادامي بزي زين الناس العاديين طب لما انا بقعد مع فلان ده اللي هو مش ناضج روحيا والله زين هو مش متأثر بكلمة الله بقعد معا ساعات 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 في الزبوء الواحد ساعات طويلة مية في المية مية في المية زي ما هو بفكر انا افكر مية في المية اتأثر بوجودي معا لفترة طويلة كن حذر كن حذر كن حذر انك تقعد وقت طويل مع اشخاص او لمشاهدة ناس في افلام غير تفكيرهم غير متأثر بكلمة الله العكس بقى اقعد كتير مع ناس مؤمنين ناضجين اقعد كتير مع كلمة الرب احضر لو عندك وقت احضر في الكنيسة اجتماعاتها احضر وانت في بيتك لو برنامج زي هذا البرنامج غزي نفسك الغزاء اللي اسميه هنا من قطائب الملك الحقيقي احنا مش عايزين قطائب الملك نابو خزناصر احنا عايزين قطائب الملك الرب يسوع هو ده اللي عايزينه ولما ااخد ده تفكيره هيبقى عظيم ما تفتكرش يعني نكتة لما تقول لي مش عارف اتصرف في العالم ده كذبة من ابليس اللي بيقعد مع الرب اللي بيقعد مع خدام الرب اللي بيقضي وقت كويس مع المؤمنين الحقيين الناضجين تفكيره بيبقى رائع وبيعرف اتصرف في المواقف والرب بيدي له فهم في المواقف وتمييز للامور ما مش معنى انك انت بتقضي وقت مع الكتاب انك انت مش تعرف تتعامل مع جيرانك ولا تعرف تتعامل في الشغل لا ده بالعكس تتعامل المعاملة اللي ييجي منها نجاح وليميجيش منها ازر عند نهاية العشرة ايام قلنا في الحلقة اللي فاتت تعملنا في اني قالوا لرئيس السقاء احنا مش ناكل اكل الملك لان فيه خطيئة في كسر الوسيط الرب احنا ناكل اي اكل نباتي اي اكل نباتي ناكله ايا كان لاني مفوش كسر الوسيط الرب وبعدين شفنا بعد عشرة ايام واعمل مقارنة بيننا وبين اللي ما عندهمش الايمان بتاعنا اللي قالوا اكل الملك يقول الكتاب عند نهاية العشرة ايام ظهرت مناظرهم احسن واسمن لحما من كل الفتيان الاكلين من اطايم الملك رئيس السقاء اقتنع ان صحة الاربعة دول دانيال واللي معاه هتبقى احسن من صحة الاخرين فسبهم كل السنين التلاتة اللي في المدرسة ياكلوا اكل نباتي وبره كمان بقول مش سبب ان صحة بيت احسن انهم اكلوا اكل مفوش لحم لا لاني ممكن واحد يعيش نباتي ويتضر بسبب ان في حاجات نقصة يعني مش ده السبب انهم اكلوا نباتي ثلاث سنين صحة متحسنت السبب ان اكل الحاجات النباتية ما كانش فيه كسر الوسيط الرب بينما اكل اللحمة فيه الوقت ده كان فيه كسر الوسيط الرب يعني السبب بكرر المعنى السبب ان صحيتهم اتحسنت انهم كانوا مع الرب انهم كانوا فيه شركة مع الرب وبالمناسبة افتكرت اية الوقتي من سفر اشعياء لما اشعياء اتكلم عن الصوم الصح لان فيه صوم غلط وفيه الصوم اللي فيه بقى شركة مع الرب الصوم اللي فيه محبة للناس وان انا اكتعد انهم يتحرروا انهم احتياجاتهم تسدد الصوم الصح مكتوف في سفر اشعياء ان ايه يفيد الصحة يخلي الصحة كويسة مش مش لاني نوع الاكل لا مش ده السبب انما لاني ممكن الناس تصوم وصحي الله تبقى سيئة ليه لاني وهي صايمة مجرد تديون مش علاقة مع الرب مش حب للرب يبقى نتيجة حب للناس لا لما يبقى الصوم حب للرب نتيجة حب ونتيجة حب للناس يبقى زي ما قال سفر اشعياء ان صحتهم هتبقى في الارتفاع صحتهم هتتحسن والصوم مش هيهدم صحتهم هيحسن صحتهم عموما ضع في قلبك انك انت لما تكرم الرب بتعطك ليه بحبك ليه بخدمتك ليه بانك انت بتتمتع به مية في المية صحتك الزهنية هتبقى رائعة صحتك الزهنية تبقى رائعة صحتك النفسية تبقى رائعة وكمان صحتك الجسدية هتبقى رائعة ودايما هتتمتع بالرب الذي يجدد كالنسر شبابنا الى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب كفاكا دوران هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها راسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة جمهورية مصر العربية او ريفرزوف لايف بيو بوكس 433 برينفرد يو بي فايف ناين بي جي يو كي او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة اسمس على 012 خمسمائة سبع وسبعون ثمانية وثمانون وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الالكترون الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org اربوا معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية اشتركوا في القناة